نظمت المؤسسة الخيرية الملكية وبدعم من شركة بيت السفر رحلة تفرح إلى دبي بارك شارك فيها 25 طالبا وطالبا من أبناء المؤسسة لمدة أربعة أيام عاش فيها أبناء المؤسسة لحظات لا تنسى التفاصيل مع زميلة خولة جرينيس في التقرير التالي رحلة مليئة بالمغامرة والسعادة حققت فيها أمنيات أطفال الخيرية الملكية وأتاحت لهم أوقات من الفرح والمتعة في رحلة فرح نظمتها المؤسسة الخيرية الملكية وبدعم من شركة بيت السفر إلى دبي بارك شارك فيها 25 طالبا وطالبة رحلة فرح هي رحلة ترفيهية هدفها الأساسي إدخال الفرحة على قلوب الأطفال ورسم الابتسامة على محياهم حيث قضوا فيها لحظات مذهلة مليئة بالمتعة والإثارة وهم يتنقلون بين الألعاب المختلفة في الحديقة إذ حققت هذه الرحلة أحلام الأطفال بالسفاري وزيارة أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط هذه الرحلة هي إحدى الطرق الإبداعية في العمل الخيري التي قدمتها الجهات الداعمة لإسعاد أبناء المؤسسة الخيرية الملكية فهي تأتي من باب المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لتزرع بداخلهم سعادة كبيرة حملتها قلوبهم الصغيرة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين